السلام يا أخواتي وخواتي مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو رقم 12 و اللي متبعيني في انستغرام او انستغرام اليالي عارفوني بالمشيط المغرب و ورجعت للبارح وفشقت راجع ملعت واحد ستوري باللينا في طيارة وبالغلط بيينت واحد القرعة عادية للغلاس نحاول لكم التصويره هنا بيينت واحد القرعة عادية للغلاس بانت في التصويره ايوه الناس من يشافوها بدأ كل شي كي حقد وهكذا رمضان شحط رمضان اتقى الله شحن من حاجة مهم اه الناس ما نجاوب باش نجاوب بالنس ونقول اليهم مهم نعطي رأينا نعضي الجواب ديه وكل شي الساعة كان كيسعب لي غير خمسة أولاستاذي الناس ساعة تقوم كسر من 350 ميساج كلهم كادروع غير على الالك الستوري للدرجة انت شافت كسر من عشالاف مرة قليلا ايوه اصفه ديكساعة قيتسرون ديرا ندع له فيديو حيث جباليه في زفدين الناس بهذه الكلمة دي جاهلين لا يعرفين مقارنة للدين لن يتحدث عني أبنى ما كان ذلك و أبنى ما كان في طرف في رمضان حتى لو رأيتني في القاة واحدة كان شراب قهوة و أجاب الجورنان و أنا أصلا تصويرها مصورة في الطائرة أيضا لذلك أول شيء سأريكم شيء تعالق من التعالق كاملين و ذلك الساعة سأعطي الجواب سأعطي سأعطي الإكران و سأريكم وسأبدأ باللولاني بلوكاني و كيف ما تشوفه هنا نعم الجواب على سطوري اللولانية لا حول ولا قوتها إلا بالله لقيتها أسبق و من بعد و كذا رمضان سرتق الله سافرنا تعينا في رمضان مخلينا طول النبيل مخلينا طيارات و عمرنا رشحطنا سيارة و نرجع نفسك طفا أنا ملين قاعدت واحد كي يجاوبني بهذه الطريقة أنا هي هذي قلت تنظيرني أنا قاعدت ما تكلم لها ما قلت نجاوبونها أصلا قلت لك ما نقيدك في تقراوية إسلامية في الأعدادي نقيدك تقراوية إسلامية في الأعدادي و شوف الجواب دية له كدير ما نقراش أنا ما حشر من الناس و كي شوف الجواب دية له وهو وهذا واحد يقولك سيرتق الله شوف تناقض تناقض سيرتق الله أمورها شوف هذه و صفت منذ فقط أنت حكوله لقيته بلوكاني و شا ندرس الثاني قدرت عنها في الآية كسبت عنها أضعت الآية التي كانت في صورة البقرة في مكان منكم مريدين أو على سفرين فاعدتهم من الأيام الأخر وفي الأخر الآية كانوا وإنتوا صوموا وخينوا لكم وهذا من القامل جاب قال لي وإنتوا صوموا وخينوا لكم في آخر الآية أنا وضارب ألمانيا وإيطاليا بالطنوبيل ومفترش تعمق يقول لك كي قاها نراسه معايا أنا يعني هو سافر بالطنوبيل من ألمانيا والإيطاليان بالطنوبيل ومفترش صافي هل يبقى خسيار ديالك هلك أنت هي مسافر عندما أنت هي مسافر يبقى خسيار ديالك هل يبقى خسيار ديالك أتصوم بغيتي ما تصومس ما غا تصومس فلا جناحة عليك أتأخذ الرخصة تتأخذها وعندما تأخذ الرخصة ما تتأخذها صافي وقد أدير لي وغتي ولكن ممكن تحكم على شي حدا وفتر صافي وقد أدير شي شيء غلط مورة أليح تصويرها بنادم ببارك عليها أن تأخذها بحل أشتيارك فوق الجمل قلت أخذها لحلو تصويرها أنه في الجمل في المطار لكي لا أفهمتها قلت أخذها ببارك صافي وقد أخذت لي غالطا وكي لا أعلم لك حتى أخذها لي غالطا في اليوم أخذتك في إنستغرام حتى أخذتك صورية أو شي شي شيء كيف تقول أنه تصويرها صورية خصوية صافي وقع بخشن رأيك انا رب الصح أعلم أنك يجعب على أحد قد تشترين قال لي يا رب الصح ولم تقوم بخمسة سوائر في السفر صاحب أخذك على التبر أول حاجة، لم يتبقى هذه الخمسة تسوعة أين هو هذا المرجع الديني الذي يقول لك لفتي خمسة تسوعة ستجد تفتر ليس كذلك، هذه أول حاجة ثانية حاجة، أصحبك مع عقل كبارك على التبريش ليس كذلك تبريش عنها يجب أن ترى القرآن خمسة تسوعة يجب أن ترى القرآن ٢٢٣ كنينة طيارة لكي يصافر فيها مخصصة بقصايم و يجب لي شيء دليل الشرعي يجب أن يذهب معي يجب لي، يجب أن ترى القرآن خمسة تسوعة غير مثل أمار هذه الآية الدرت على قبل يصافر الأيام و على الرجل ولا شيء دابة يجب أن ترى القرآن في الصفر بينك وبينها السويق لذلك وفاتر يعني، ستخسر الصيام لك وصافي، تخسر الصيام إذا قلت أن ترى مرجع الديني أو أنت لدي شيء دليل الشرعي هو يقول لك أن ترى القرآن قال لك الآية الدرت لكن يجب أن ترى التفسير للآية راحتها كنت.. مريدا أو على صفارين مريد أو على صفر يعني مريد وضع الصفر الصفر؟ صفر لم يكن هناك مريد في الطيارة يجب أن ترى المسافر وش تقول لك أما الأن أقل أن أصبح أولندا أه، أنا سأخرج إلى نريد هولندا وكد أن ترى بها ما هي قلت لا ترى هذا وكذلك لديك صفر لذلك لا تفتر لأنني أصغر لا ترى الصفر وكذلك أرى بشيء من كازا لذلك أرى الصفر وكذلك لذلك تقرر نفسك وكذلك تصفر وكذلك أرى صفر صفر وكذلك أرى العلماء في 24 كم وكذلك أرى صفر وكذلك أرى معها يقول لك يقول لك أنه يجعل رعب اللوجيك ويقول لك الأيات التي تدرت على قبل اللي كانوا يسافروا الأيام وعلى الرجل وعلى شيء ذلك أرى بحلال الله لقد أعرف كيف يكون الطيارات كما أعرف كيف يكون الطربيات كما أعرف كيف يكون طربيات كما أعرف كل وسائل القطقة التي تسهل تسفر وكأنه آية في القرآن وما كان ربك نسية يعني الله تعرف كيف يسافر وما أعرف كيف يكون بعد والآية يبقى تهية وكأنه قد أقول لدينا القرآن صالح في أي زمن وفي أي مكان وكذلك أسمك وإذا كنت على صفارين فوق الجمال أو فوق الإبل هل تخصلك تفتر هل لم تفهمت أنها بنا دمنيعة؟ تخصوا غير فين يحقد وفين يشدك ومشكلة ونقوله قاري في الدين وفاهم وجيب لي الدلائل الشرعي ها ونزيدك واحد آخر يلا ها وقرأ ودعي الكمونتار بشي وصلها وخمسافر مخصك تفتر أخي ونقوله ياكا الشيخ دم أنت عارف حسن من ربي قال لي أنا صافرت من المغرب حتى السويد وما فطرت شكع ربي أنت غادي تدير ثلاثة سواء من المغرب إلى هولندا وانت تقصي رقيتها مزيانة لك ماذا يدعين أنت؟ عتني كيقان راسهم عياء أنا لأسك تقانن راسك من يقولك أنا يعطيني لديدي الشرعي ولا يشرح لي شيء حالا ما تقانن راسك لا أنا هكا لا أنا هادي لا أعطيني لديدي الشرعي بش تقنعني لا تقانن براسك أنا ما أعرفك أنت أصلا ونقول لي يا ربي خيرني وخيرك أنت ماذا ما زوجتينيش وش الشيخ أنت عارف حسن من ربي من يجب أن نسميه الشيخ حتى تبدأ كيف تفهم عليها قال لي كيف الشيخ عارف حسن يا ربي علاش الشيخ عارف حسن ما فهم تواريش كيقول هنا ربي الحمار تتعب كلا خصاح به لهالدرجة ونجاوبه قال لي وحتى تتكلم تقول شيء هادري بحال أنت عارف حسن من الله اللي قال لي نفطروا لك أنتم مسافرين الجنة تقول لي من المغرب للسويد ونفطرشيش مزيان وكنفطرشيك أنت تكون أوسي مزيان لا جناحة عليك لا بغيت تتفلتف وتضرب لحتى شيء ما أرجع ديني ويقول لي ولك أنت بلقي تعامل الجنة والناس ذلك السبب بأنك مسافر هولندا زعم مسافر طايوان وانت تتاكل وخامها فيك لجوع الأولو أو الجدردة بذك يحكم بذك يعلم الغيب بذك يعلم الغيب ما فيه لجوع الأولو بذكا تقول لي صافي لحقه مسافره من المغرب للهولندا بحال من كازار ربا ثلاثة السوية هذه مسافر عندك في تتاكي صافي وكذلك كاتب لي من المغرب للهولندا بحال من كازار ربا ثلاثة السوية أعتقدت بعض الأمر من أدرجة كازار ربا ثلاثة السوية بينما وكذلك كان بصوص لديك كيف حال نظام مكتب معه لا صافي إذا كنت نريد نتحدث معك أنت لا تقوم إنك كلق طائلتي لنلخ أنا معك ربي نقع لنا فطر الضرورة في السفر أنا كنت أتحدى أي شخص يجب لي دابا مرجع ديني في هنا ربي نقع لنا فطر الضرورة في السفر يلا يجب علي وهذا كنت تفرش فيها اسماعي الجبالية سير سوم شهرين متابعين ولا فطر ستين مسكين والله حتى يخرج فيك ذلك النهار الذي فطرتي أريد أني كفار أريد أني بحلاك للدابايا كنت أتحدث في الدار و كنت مستريمي وأنا نجبتي على قصة السيطان أريد أني أرى دبائنا بنادم مقارش الدين لا أريد أن أقول رسيطاني قاري الدين و أنا بعدها عارف لا أريد أن أقوم بعملها و لكني أريد أن أرى أني لدي الحق من المفطر وأنا في ذلك اللحظة أريد أن أفطر لأنني أتعيني طيارة تأخذ السفر لأن السفر ليس أغير طيار و أنا في كازع و من كازع و من فاس يركب في المطار و ستسنى الطيارة و السهد 31 درجة و الطيارة تاي 3.30 و نص قيبة أنت في الطيارة و ستطلعوا لها بولد و ستسنى الباجاجة لك 1.30 و ستسنى ساعة تبط في المطار و ستسنى ساكن تاي و ساكن قريب المطار و ستسنى ساكن قريب و عدت وصل للطيار يعني هذا كله صفار و لا يكون قلسة و صفارة و ستسنى قداع و مخير فيهم و سنكملها و لديكم مثال آخر للطيارة نفترض أن في إسطنبول إسطنبول يؤدي المغرب مع السبعة و الفرق ما بين هولندا و إسطنبول يؤدي المغرب مع الثمانية و الانك يؤدي المغرب مع الثمانية و الطيارة من إسطنبول إلى أمستردام لا يوجد من الجنوب الشامعة أو من الشامعة في نفس التوقيت الزماني لا من الشرق للغرب يعني أنت هي مسافر مع الكولار الأرضية يعني لك أنت هي ساعة قبل المغرب يعني أنت هي المغرب مع الثمانية فتور كما تتقلع مع السبعة ساعة فتورا تساحر مع بلاد فوكس آخر و ستفتر مع بلاد فوقت اخر لكي ندلها وهذه حاجة سهلة حيث شيروا للطيارة انتهيها غادي انت غادي لنيويورك ايه وصافة غا يدل عليك صحور و ما اتوقع التاسايم مع توركي حيث انتهي يتابع عليك النار حتي ما فهمت عني و نزيد قبل ما ندوج الفيديوهات للشيخة اثمان الخامس حيث هم اللي بانوا لي ام شيئا اما بان نقول لكم احده الناس تأخذوا غير ما يريد و سينادخذوك انا اصافر انا اصافر و يقولك أنت لم تصاف على الجميل ايه انت بغتي تقولي ايه ليس صالحة في الاستيكس انت تقولي فكرة الصالحة لا يصافر على الجميل و ليس بقع القرآن صالح في كل مكان نصرفي انتبع لوجيه دي و تقولي ايه حيثك سوف تبصد فوق الجمال وصافي من تأتي هذه الآية قدامت لا تسميت لا تسميت الآية من نسبةك تأتي قدامة حتى تصارها عقل الناس تتصافر فوق الجمال وصافي حتى الصالتها لم تكون فيها مفروضة لك الصالتها تكون مفروضة خمسة مرات في النهار لا أشياء حالية من يدعوا حالة وكانوا عندهم غير الغنم كانوا يتسرحوا للغنم كانوا يومون بالصوق وصافي وقالسين ويددعوا الدروس وكل شيء ما كان لدينا الخدمة الأولى إذا كان لدينا في 2023 لدينا خدمة 44 ساعة في سمانة لدينا البروجيات لدينا العائلة لدينا هذا السترس وكل شيء سوف نصلح خمس يام نصلحه حتى غير مرة ولا نصلحه وشكاعة ماشي ديما فهمتي ماشي مفروض علينا لذلك الأية ركان تحالي كان الوقت فارغ بزاف وتقرأت تصليه وكل شيء فهمتي ماشي مفروض علينا هذا الأية هذه الصلب اللي مفروض علينا كتابا وقوطا هذه هي نتيمة تقصة عمل لذلك كانت قدير مكانت في الوقت له هذه وردت هدول هدول الكمبارازون قدر ندير عنها حيث ما فهمت أنها بنا نجد وانا بقى نقدم لكم فيديو دي الاتمال الخامس كان هنا ثلاثة واللولاني اللي بغيت نشوف أنا هو هذا ها هو لا هذا يقول المسافر هل أفضل له أن يفطر أو يصوم في رمضان المسافر أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر الأفضل الأريح إذا كان الأريح لك الصوم تصوم إذا كان الأريح لك الفطر تفطر مثال إذا كنت مسافر بطيارة وما في تعب وانت من النوع اللي خلنا نقول ما تصوم تطوع ذاين ومعنات عليك يوم قضاء يعني قصة هم ذاين متى أصوم القضاء كي يجيك تسعة شهر متلحم واصمته مو تعود تصوم نافلة فهذا لا يصوم بالسفر أحسن له بشرط ما في مشقة ذاين طلبة الشيخ ابن عزم بازر رحمه الله تعالى عنده وسافر في الطائرة من الرياض إلى جدة بعد العصر برمضان فمطار الطائرة قال عطونا ماء قال الشيخ باقي ساعة ويد المغرب قال سنة سنة عطونا ماء عطونا ماء يا رب مولان عطشان ولا لا يطبقوا السنة المسافر بفطر هو ما شاء الله يصوم دائما يعني فحسب الإفسار فالأمران كلاهما جائز سم يا الله ودبها وشوف هل جون شون قال قال لك أنت يا أمير نفسك أنت تتحكم في راسك أنت مخيار فهمت أعزب وتتصوم وتمتصوم هذا ديك وعطا ميثال قال لك الطالب للشيخ ابن باز كانوا يقبوا في الطيارة من رياض الجدة رب حلي قلتي واقية لك انظن أني من فاس الكازا تقريبا ولا أقل واقية مميم من رياض الجدة وبقى اليوم ساعة والنص قريبا لمغرب والك في طيارة وقيهم سنة وهو تفطر وأتتذكر أنت يا أمير لأ أكثر حتيش كنتم بسافر غير الناس حتيش يلا يسافر في قرج جمد وعطا أهلضهم الفطر لم أفهمت لم يكنت من اعرفتها أكثر حتيش أنها ليس داعية ولم تفهم في الدين ولكن أعرف بالنسبة لأشياء كثيرا كنت سولت عليها وأعرف عليها كل منذير ثانية حاجة تلحب الغرض حتى أعرف لك أنها سوف نفطر في وقت رمضان في النهار لا تستطيع أن تستطيع رأسك هذه حاجة بينها و أخيرها بين مسافر بين نفط طيارة بين كل شيء أكشور بلايو سلطة الورندا ولكن لكي تفادئ هذه الدكتور لا نلوح غير أنها في تصورتها نصيت بلايك ونصيت بلايو رمضان لكي تفادئ و صافي هذه ماذا أريد أن أقول أنا و لم أعرف أريد أن أعرف المساجات أعطي أنها كثيرا صافي ماذا أريد أن أقول ماذا أريد أن أقول ماذا أريد أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالصفر فعد 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 النبي أنت ما قلت صلى الله عليه وسلم فهو الصفر في العهد صافي إذا أريد أن تقول بالقرآن ما صارح لنا في هذا الوقت فهمت؟ و حتى قديم صافي 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 حتى الجينة التي كانت فيها التقابل لم يكن أحد أخير لأبسهم فهو الصفر أخرب أخرب و لا أقلب نهار كامل لا أستطيع أن أقلب و لا أستطيع أن أقول و صافي ما أريد أن أقول أنا و كنت أقول أنه لا يتفق و أعطني غير مرجع ديني أو دليل شرعي يقول لك لك أنت صافر و مصافر في الطيارة لا يجب أن تفتر فهمت؟ لا يجب أن تفتر كان يقول لك على الناس كان الناس تخدم في الشمس و كل شيء و صايمة و أنت صافر لا يجب أن أعطيك الحق في هذه الحالة حيث أن تقارن واحد خدام مع واحد مسافر فهمت؟ و أقلت لي مثلا أنني مسافر من أمصر من الباغي طيارة يالساعة و تقارنني مع واحد مسافر في طيارة من اليمن للعراق في خمسة السواء و في الشمش و في الصهد و المطارات نقولوا شوية ناقصين تماك فهمت؟ و كنت تقارنني مع واحد خدام في الشمش مع واحد مسافر حتى الآن نكون كنت تقارن في الشمش مثلا أردت هنا أغنصهم ضروري أغنصهم حتى لا يوجد شيء إلا لك في هذه الساعة وصلت إلى التهلوكة و لا تقارن العلال و لا تقارن على الساعة خائفة لتمرض هذه الساعة مويم معنا نقول لك شيء حاجة و كنت سعك حاجة أخرى مويم نعودة و الثاني هنا هذا الفيديو مختلف داروك نقصين اللوحو نفعلوا لي أعطينا هنا أعطينا كل أحد أعطينا الرأيدي كل أحد أعطينا الرأيدي يرفض هذا الشيء و صافي لا أعطينا لا أعطينا لا أعطينا و صافي الشريكي يلا أخليكم و نتلقوا في فيديو الجاي إن شاء الله سلام عليكم شكرا